طيب خلينا نروح لأخبارنا العالمية أحمد بالحج بينتظم في تدريبات الزمالك أحمد بالحج طبعا كان عنده أجازة حصل عليها أو سافر المغرب أو سافر أسبانيا ورجع بقى إلى تدريبات الزمالك انتظم في تدريبات الزمالك الزمالك بيفوض أحمد عادل ميسي لاعب الاتحاد السكندري بس عندي معلومة كده أن أحمد عادل ميسي يعني بيقترب من الانضمام لفاركو في الموسم القادم الزمالك بيفوض أحمد عادل ميسي نشوف كده أحمد عادل ميسي طبعا في الاتحاد السكندري في الفترة الحالية لكن اللي أنا سامعه أنه خلاص عقده هيخلص الزمالك عايزه وسامع كمان أنه فاركو يعني اتفق مع اللعيد بس هنشوف إيه اللي هيحصل خلال الفترة القادمة الزمالك بيرفض رحيل أحمد سيد زيزو في زيزو كان جاي له عروض كتيرة السنة اللي فاتت من الدوري القطري وجاي له عروض من تركيا وجاي له عروض من الإمارات ومن السعودية لكن الزمالك بيتمسك ببقاء أحمد سيد زيزو في الموسم القادم الزمالك بيؤجل التفاوض على ضم زكريا دراوي لعب شباب بلوزداد الجزائري قال إن فيه مصدر داخل نادي الزمالك قال إن زكريا دراوي لعب شباب بلوزداد الجزائري اتعرض على نادي الزمالك الفترة اللي فاتت بس كان فيه تحفظ من اللجنة الفنية في نادي الزمالك على ضم زكريا دراوي وقالوا إن الزمالك ممكن يجيب لعيبة أفضل من كده مطش الجاي طبعا في الدوري للزمالك هلعب مع فارقه في الكاس وبعدين هيلعب المحلة غزل المحلة غزل المحلة عنده بازوكا محمد بازوكا تعور أصيب عنده كده جزع أو التهابات فيه أوطار الرجبة أربطة الرجبة ويعني بيحاولوا طبعا يجهزوا في غزل المحلة لمباراة القادمة لموقف غزل المحلة كمان موقف صعب المحلة عنده 32 نقطة والمحلة عنده مطش الجاي الزمالك مطش صعب جدا أمام الزمالك والمحلة عايز يكسب عشان في موقف خطر فيه جدول المثابة